اللقاءات التركية الامريكية المكثفة حول مستقبل مدينة منبج في الشمال السوري بدأت تظهر نتائجها على الساحة السورية عقب اعلان القوات المسلحة التركية التوصل لتفاهم مع مسؤولين وعسكريين امريكيين حول المدينة الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولون الاتراك والامريكيون قرروا تقديم خطة العمل الى رئيسي الدولتين قبل اجراء مزيد من المحادثات خلال اجتماعهم في مدينة شتوتغارت الالمانية بحسب وكالة رويترز وكالة الاندول التركية قالت ان التفاهم تزامن مع مباحثات رئيس الاركان التركي خلوص اكار مع القائد الاعلى لقوات الحلف الاطلسي في اوروبا كورتس اسكاباروتي حول الاتفاق التركي الامريكي بشأن خارطة الطريق في مدينة منبج وزير الخارجية التركي مولود جاويش اغلو كشف بعضا من بنود خارطة الطريق خلال حديثه لوسائل اعلام تركية شدد خلالها على سحب الولايات المتحدة الاسلحة من الوحدات الكردية خلال خروجهم من المدينة مؤكدا على تحقيق الاستقرار بالتعاون مع امريكا لحين تشكيل وحدات امنية جديدة ادارة امريكية تركية مشتركة لارساء الامن والاستقرار في منبج تطرح تساؤلات عدة حول مصير بقية المناطق على الشريط الحدودي والتي تسيطر عليها الوحدات الكردية